ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعشان كده بقى بعدتها المدام ميمي تلمحها وتصنفرها وتنجرها وتخليها على سنجة عشرة عشان أقدر أقدمها لصحباتي مسكينة هي فعلا مسكينة بس هي اللي عملت في روحها كده احنا هي ما نصحناها لما تيجي نتكلم في موضوعها باي سيخير يا كراميلا دا إما مدام ميمي بتعمل بعجزات ايه دا كله يا كوكي هانم انا انا مش مصدع عني أبدا فيه ايه بس يا نبيل بيل؟ لا دا انت اتغيرت خالص بقيت آخر جمال وآخر حلاوة كان فين دا كله حنعمل ايه بقى طراب كفر النعيم كان مغطينا لا 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 دا شيء فوق الوصف انت النعرض هصدقيني يا كوكي هانم فائقة الفتنة والجمال مش المسل بيقول لبس البوسة تبقى عروسة نبيل ايه ايه يا روحي كده يا كده بقى انا بجبر بخاطرها يا روحي دي مسكينة يا منت اجبر بخاطرها بس من غير ما تجرح احساسي امرك يا روحي اه اظن كريمة هانم جاية هنا عشان تشتغل ايه يا بي انا كنت قلت الامان يتكلم حضرتك عشان تشوفي شغلان انا حسلمك من بكرة صبح وظيفة محترمة قوي فين يا نبيل عندي في المكتب حشغلها سكرتير خاصة لي بس مش انت عندك سكرتير خاص والله يا زيتي منه اروحي حاخد كريمة بداله وقديه هو نرشيف بس كريمة ما تعرفش اعمال سكرتيري اتعلم يا اماني يا اختي طب داني حتى شطرة ونبيها واتعلم بسرعة اصلي كمان يمكن هاشم ميرضاش يخليكي تشتغل سكرتيري خاصة هاشم ييجي هو كمان وانا اشغله معها في المكتب يا ريت يا ريت يا نبيل بي يا ريت يا قراملا انا يا حبيبتي عايزالك شغلانة مناسبة يعني مثلا مدرسة في مدرسة بنات داخلية عشان تقدر يتبديهماك ايه ده يا مونتي معقول معقول تبديهما في مدرسة داخلية واحنا عندنا هنا البيت يسعم الحباب لا لا ملكيش حق يا مونتي عشان المستقبل يا نبيل طب فكر كده في المشتقبل أصلي كريمة أحسن حاجة تنفعلها التدريس الفني وكمان جزهر أو طوحة وجمس ممكن يشتغل إيه غير في معمل ألبان أو معمل تفريخ لأن شاهده زراعة متوسط يعني متخصص في الحاجات الزراعية يا سيدي ما تدقيش هو في حد في الزمن ده بيشتغل في تخصصه ده الدكتور بيشتغل ممثل والمهندس بيشتغل صحفي على العموم على العموم رجح نفسك أنا حشوفني كراميلا الشغلان المناسبة ريح نفسي إزاي منيك ويلا بينا ده إحنا ناسين خالص يلا روح بقى بص على الطبخين نشوفهم عن الليلة إيه في الحفلة لا روح إنت يا حبيب لا هي إزاي ما تروحش تشوفهم بعنيك وإنت مكلف الأكل مبلغ وقدره وبالعملة صحبة طيب خليكم أنت أنا حشوفهم بنفسي عن إذنكم مالك يا منتي آبدا أم المالك يا روح حطأ من إيه؟ معرفش والله لا 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 اسمعي بقى النهاردة عيد جوازنا التالت لازم تكوني آخر سعادة وآخر فرفاشها ما تنسيش أن أنا عامل حفلة أوريجينال متكلفها مبلغ وقدره بالعملة الصعبة يا روحي أيوه من ثلاث سنين زي النهاردة تجوزني ارتبط مصيري بمصيرك كنت أول راجل في حياتي لكن أنا ما كنتش أول ست في حياتك ده صحيح يا روحي ومصحيح إزاي؟ أنت كنت الزوجة الثالثة في حياتي صحيح لكن كنت أول حب وآخر حب في حياتي آخر حب؟ طبعا متهيالي أنك مبالغ شوية في الحتة دي؟ أبدا يا روحي أبدا أنت أول حب وآخر حب في حياتك أنا معاك نسيت كل الستات ما بعش في ست بتحرك شعوري والعاطفي خلاص جمالك غط على كل جمال دلالك دلالك نساني كل دلال كلامك ناعم وحل ونفسي نفسك تسمعيه تاني هسمعه لك تاني وثالث ورابع لا أنا مش نفسي أسمعه تاني يا نبيل أنا نفسي أصدقه كده يا منتي؟ أزعل منك كده أعمل يا نبيل أنا كل شوية والتانية كده أشوف منك تصرفات تخلينا أصدق كلام الناس عنك وعن مغامرات مغامراتي وأنا ليه مغامرات يا حصرة ده أنا بقيت مسكين نفسي أعرف حقيقة شعورك وارتاح مونمون أنا بحبك بحبك يا مونمون بحبك بمنتهى الإخلاص والتفاني وإن كنت يعني بتسمعه عني حاجة كده ولا كده فدام الزنبي يا روح قلبي ما الزنبي مين بس؟ زنبي الناس الحاقدين اللي غوين يطلعوا الإشعار عن كل زوجين سهدة زينا لكن أنا بحبك يا مونمون بحبك الحب كله يا روح قلبي أو كده يا نبيل خلي قلبي يطمن ويرداح اطمن يا روح قلبي اطمن قوي أنا حب ليك يا حب خالد مش ممكن يتغير يا روح قلبي والدليل على كده إن أنا عامل حفلة أوريجينال متنفها مبلغ وقدره بله من الصعب يا روحي خلاص يا ربيل أنا صدق وأسفل اسمها في كلام الناس عني يعني صافي يا ربيل يعني ويزعلان مني طب يلا كده بقى اتحكي اتحكي بقى عشان الضيوف فضل يا ربيل فضل يا ربيل دا 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 ما فيش حدينو دي يا أماني نبيل في اي حضر بي؟ انا بشبه على حضرتك لو ما كنتش غلطان تبقى صديقة مراتي بتاعة كفر النعين مش كده؟ مظبوط يا بي ايوه بس انا انت اي يا بي؟ انا اهنيكي على التقدم ده ربنا يخليك يا بي هو يطول في عملك ايوه يا بي واقف ليه اتفضل اتفضل استريح في الحقيقة انا كنت جاي تعبان وكان نفسي يقرمي نفسي على اول كرسي ايه اللي حصل؟ جمالك بهرني نساني روحي كتر الف خيرك يا بيه عن مجاملة دي لا انا مش بجاملك ولا حاجة انا بقول الحقيقة برضو كتر الف خيرك يا بيه ايوه يا بيه بس من كتر المشاكل اللي احنا عايشين فيها ما بقيناش قادرين نحس بجمال المشاكل في كل مكان هنا زي هناك ان عادام البشاكل معناه الموت اول مهم انك تقوميها تتغلبي عليها ما افتكرش يا بيه ان احنا حنقدر نتغلب عليها اخياني لو بس هاشم يسمع كلامي ويأجر التلت قراريت اللي تحت ايده ويجي يشتغل معايا هنا لحد ما ربنا يعدلها هو واحد زي هاشم يجي يشتغل ايه؟ اي حاجة؟ لا هاشم ما يشتغلش اي حاجة وقال لي من شوية انه حيشوف لي شغلانة سكرتيرا هنا في مكتبه طعم جميل بس اماني ما عجبهاش وقالت بقى ان هي اللي هتبقى تشوف لي الشغلانة المناسبة تسمحيلي يا كريمة هاني مسانك سؤال خاص شوية ايوة بتفض انتي بتحب جوزك؟ طبعا يا بيه متأكدة؟ ايوة طبعا متأكدة؟ تحليفي على كدة؟ جراح دربية انت مش مصدقني ولا ايه؟ لو كنت بتحبيه كنت فضلت معاه وكات المشاكل دي بقت ولا حاجة في نظرك ربنا واحده اللي يعلم قد ايه هاني بحبهاش اذا خليكي معاه اقع في جنبه سعديه ماهاني جاية برضو علشان ما اصلحته جاية ادور على وظيفة ليه ولوه لحد ما ربنا يعدلها وظيفتك الطبيعية ده جنبه وسط المشاكل يا استاذ حيتر ده نقب انتي غلطانة اللي سبتيه وانا بستقرب ازاي قلبك طبعك انك تسبيه وسط المعمعة من غير مساعد يخفف عنه همومه يا بيه جاي ادور على شغلة ليه ولوه وتفتكري لو ليت شغلانة ليك ولوه هنا في القيارة هتقوي ساعدة؟ ايوه طبعا ده احنا حنبقى بمنتهى الساعات بيت هيالك ليه مغير نجاه مصر وانساعد مين قالك ده غيرك ساعد هاي كل المظاهر بتقول كده؟ مش جايز المظاهر دي خداعه كدابه حضر باي انت عاوز تقول ايه بالصبت؟ عايزك ترجعي تعيشي في العش الجميل انت وجوزك رجعي رجعي وكفحي معاه انا تعبت يا بيه تعبت وشقيت قوي معادش فيي قوة خلاص للكفاح لو اقتلعت بكلامي هتكون فيك قوة الكبل وهتحس ان الكفاح له لازة كبيرة كبيرة قوي بس انا خلاص بتكاف ايوه مقدرش هرجع تاني والله يا بنتي انا نصحتك وانت حرص تاخدي بكلامي او ترفضيه حاضر يا بيه حاضر انا هبقى فكر بكلامك انما اقولي يا بيه هي احلام ما جاتش معاك ليه والله ما اعرفش اصل مفروض اكون انا في اسكندرية اسكندرية؟ كان عندي شغل واتلاغة وبعدين رجعت روحت البيت ملقتياش قلتي ممكن جات على هنا على طول هي يعني متعودة تيجي حفلات اماني ونبيل لوحدها لا مش متعودة الحقيقة بس لما عرفت ان كنتي وصلتي قلت لازم حقيقي ايوه كده عشان الحفلة تبقى حفلة المولد يوم وما تبقاش ليه انت انا بكلفها مبلغ وقضر فيها صعب فيش فايدة نبيل حيفضل طول عمره كده كده يعني ايه بيه؟ مش هيبطل لازمة البيخة بتاعته دي لازمة ايه؟ كل ما يكلم يقول انا صارف قبله وقدره اللي اسمعه كده يفتكر ان هو حدث نعمل حدث نعمل ازاي؟ دي اماني اعلالي في جواباتها انه من عائلة كبيرة قوي 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 ووري الشيء منوش حدور هاهاهاهاها هو من ناحية عائلة كبيرة ومن عائلة كبيرة فعلا يعني عددها اكتر من خلية النحر ومن ناحية وارس 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 كامل اوي في الاول ورس ابوه ده الله يرحمه كان زعيم القرداتية في القاهرة ونواحين وبعدين ورس الست والدته ودي الله يرحمه كان كودية زار كان بتضحك عن سوزك من الرجالة والستانته وبعدين ورس الست خالته ودي بقى كان زعيمة الكرشة وقارع في المدح ما هقول ايه وبيقوله بيسافر اوروبا ومتخصص في الفصح الاوروباوي يا كريمة هانم اللي معاه فلوس يطلع الامر الزهر اللي بدعوين وصله ما تيجي نخش معاه لا يا بيتول جم مبادري قوي قوي اتفتل حضرتك انا انا بقى حستنى احلام لما خش معاه عشان تبقى تونسني خش كده في ناسها في ايه في وناسها بيه ها اصلي اول مرة قاعد مع جماعة كتر كده واخش حفلة يعني اللازم حد يسندني طيب اقوله علي احسن واحد يسند الجميلات اتفاضل فيك ما ليش يا بيه هستنى احلام برضك عملي اتفاضلي بالي اهلا 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 يا لهوي انا حروح انيفان وسط الستات الهايلين دال يا سلام بيتحكوا من قلوبهم سعدا بس لو كان هاشم سمع الكلام ويجي يعيش معايا هنا كنا نبقى سعد احنا كمان زيهم ايو انا حكتبلو جواب حالا واشدد عليه انه لازم ان يجي صافر تعال اناقض هنا لوحدنا شوي شمانا يعني لوحدنا عايز اتكلم معاكي الجديد صافر بالخصوص الفيلم الجديد ما هو الاستاذ حيدر عزمني في الحفلة دي علشان ندردش بخصوص الموضوع ده صافر شوف يا ستي اسم الفيلم رحلة الهدف عن واحدة ستة جميلة هدفها الوحيد انها صافر صافر انا انتي طبعا هتلعابي دور البطلة الجميلة انا بقى حلعاب دور صديقي البطلة اللي بيحبك اللي بيحبني ايه 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 احلام ايه في ايه انتي انتي مالك النهاردة ايه انا انا اتعس انساني في الدنيا حبيبي 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 ايه 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 انتي انتي يا صابر انا 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 ممثلتش قدامي غير ادوار صغيرة قوي يعني صديقي البطل اخو البطل زماية قبل ما بقى ممثلها لما كنت بتحبيني فعلا ياه بتعرف الحكاية دي كانت من كم سنة؟ من ثلاث سنين وشهرين وسبعتاشر يوم يعني عمرك الفني بالظبط عمري الفني؟ ايه من ثلاث سنين وشهرين وسبعتاشر يوم الساعة عشر الصبح كان يوم ست وطلبت مني اقدمك لصانع النجوم المخرج حيدر فتحي وكنت رافق وخايف وعدت تترجيني لغاية ما وافقت ما كنتش بتصور ابدا ان اللي حصل دا جهوله كان ممكن يحصل انت السبب في انك سبتيني وجوزت المخرج الكبير حيدر فتحي لو كنت بتحبني زي ما انا بحبك كنت حميتني بحبك كنت فهمتني كنت نصحتاني بتجربتك كنت فهمتني ان الشهرة اللي بتيجي بالسرعة اللي حصلتلي تمنها حيكون غالي اغلى من ساعات البنت صغيرة ما تعرفش معنى حاجات كتير لكن انت كان همك انك تحافظ على علاقتك بحيدر حتى على حساب حبي ليك كان كل همك انك تمثل وتمثل 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 وتفتتك من الادوار الهزيلة اللي بحيدر بيعرضها عليك كله اكله مش انت خدت الادوار الكبيرة وتمتعت بالشهرة والنجومية مش دا كان حلمك واملك كان امل نوصل واحدة واحدة بالحب بالاخلاص كنا بنحلم بالادوار الصغيرة اللي بتكبر بينا واللي كان لازم هتوصلنا للسعادة وللشهرة وللمجد لكن اخسارة 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 انك وصلتي للشهرة والنجومية واتحرمتني السعادة وانتي متجوزة اكبر واغنى مخرج في البلد الفلوس الفلوس مش كل حاجة انا انا مهتاجة مهتاجة لحد يحبيني واحب حواليك المواجبين بالملايين مفيش فيهم حد ايضا يسعدي ايه فايدة تسييف المواجبين ايه فايدة تسييف المواجبين وانا قلبي بيسر ويتقلم ايه قيمة وردهم على سدري وانا وردة عمبي وروح دبلانة وحزينة ما تنسيش ان انت اللي اختارت لنفسك غلط اختارت غلط وانت موجهتنيش وياللي كنت بتحبيني في حاجة اسمها الكرامة واحدة وافقت تتجوز غيري يبقى طبعا ما بتحبينيش لا حسد عمي لحظة جنون بالطفلة سازجة وبريئة فاكر فاكر البنت الصغيرة اللي كانت جاية من كفر النهي كانت لبسة جلبية كسطورة كانت لبسة جلبية كسطورة كانت حلوة احلامها بريئة راحت فين البنتي دي نفسي اشوفها البنتي دي حبت وخانت خانت حبها طمعت وهنالت برضو حاجة وحيدة قصد الناس هيرانا بتعستي تكلمني لا من حقي اتراجع من حقي لا التراجع فات اوانا واللي فاتت مش شوية ادفع التمن لو كان عمري برضو ادفع التمن اغلى وايه اغلى من عمري طموحك المجد الشهرة المال حاجات كتيرة قوي ما يسعي تكيش ولا تقدريش استغني عنها ذهب ذهب شبعت شبعت من كل الحاجات لا الحاجات دي ما ينشبعش منها للي زيك على اقل سابر سابر انا مستعدة اتنازل عن كل شيء وقعيش مراك فوق فوق سطح ارجوك ارجوك تحترم الهلاحة الزوجية اللي بينك وبنجوزك انا ماشي سابر ومش هحضر الحفلة دي سابر 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 هتفضل طول عملك ضايم 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 احلام 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 انا كريمة بس بس انتي بتعيطي معلش حاببتي تعالي قوم اه تعالي نخش جوه الواحدين قومي معاي قومي قومي بس هتكلم معاك كتير قوي تعالي بس تعالي بس الو ايه من قول دياه واحد السااس حيضا هاي التوارج شكر يا ربي العافوة ممبين هلو؟ ايوان طب جاهزوا كل حاجة ورجعوا على طول لا نص صعب كتير ده العرب جريع مستاذ نبيت، انت بتاعتني الرجوع؟ لا، الجو هنا رائع والهدوء يريح العصار هدوء؟ انت من اللي بيحبه الهدوء؟ اخيرا بقيت منه ويه السبب؟ ابدا تعبت يا حيدر بيه يا أخوة من الهيصة والدوشة والزنبريتة قلت رايح نفسي شوية معقول برضا اللي داير على حل شعره زيك لازم يجيله ساعة عطع فيها ينهد حيله لا، انا ما انهدش حيل يا حيدر بيه ولا حينهد أدب ماليه احتاج؟ ابدا فترة استجمام مش أكتر وبعدين أسأنف نشاطي يا بختك يا أخي، يا بختك تعرف ان انا ساعت بحسدك ليه؟ لأنك عامل زي الفراشة فراشة؟ انا عامل زي الفراشة؟ دا أحسن تعبير ممكن ان يطلق عليك اش معنى؟ لأنك عامل زي الفراشة بالظبط وتتقل من ظهر إلى ظهر بيني وبينك يا حيدر اخويا انا عاوز استقر انت؟ انت اللي بتقول الكلام دا؟ غريب علي الكلام دا؟ جداً ليه؟ لأنك ما بتحبش الاستقرار ما تقدرش علي زي الفراشة بالظبط لا افران انا انا لو لديتي الانسانة اللي تملك مشاعري وعوطفي اتجاوزها على طول وكون اسعد انسانا الله طب ما مالها اماني ما يست ممتازة من كله اعترف وكمان بتحبك برضو اعترف لكن لكن ايه بقى بوعين زي الفر انا كنت بدور على الاستقرار وعشان كده اتجاوزت اماني وبعدين؟ ما حصلش وبعدين رجعت للحيرة تاني هي عارفة كده؟ لا طبعاً اماني كل اللي يهمها الفلوس والبهرجة قبل ايه شيء طب ولو عرفت حتى اتصرف زي؟ نفس التصرف اللي اتصرفته مع التلاتة اللي قبل ايه تطلقها؟ من غير مناقشة وبفلوسي اشتري غيرها اما انك نموذج عجيب نموذج عجيب فعلا انا في يوم الايام هعملك فيلم انت حكون بطل بس انا بقى اللي انف القصة واكتب لك السيناريو والحوار كمان السيناريو؟ انا قلت لك انك اخر واحد يصلح للتأليف ايه ده؟ حتى لو كانت قصة حياتي؟ حتى لو كانت قصة حياتي لا 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 بقى يا مبيه لا يا رоاءة wydaje جماعة بقى سايبين الناس كده لوحدهم واعدين هنا ستتتكلموا سوا اعمل اي هيت يا ستي جوزك مساعدني اسمع كلامه الفارغ ними؟ يا اووه لا ولا بلول ميقولش كلام فارغ ابدا بلبل؟ مممممممممممممممممممممممم؛ طب يا ستي مقعدني اسمعهم كلامي أنا الفارغ يلا بينا ندخل للصالون يلا لا أنا عندي تصوير أنا ماشي من غير ما تقول لي أحلام؟ مش ممكن أنا مخطوش أي خطوة من غير ما أقول لي أحلام الجميلة أوكي أحلام الجميلة أنا ماشي على فيه؟ على البيه ليه؟ أقود الشنطة أطلع على سكندريل طب خدني معك كريمة ما تتأخريش عليها حاضر خلي بالك على نفسك ياختي استنييك حاضر بس حضر بيه عنده تصوير أنت مستعجلة عليها يا أحلام هانم مم معلشي ما في البيته تعبانا شوي أوكي مبروك مرسي ألف مبروك الله يبري فيكي مرسي عقبالك كل عيد جواز أنت طيب مرسي مير مرسي عبال مرسي شرفته باي 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 مع السلامة يلا بقى يا كراميل عايزين نخشي لحفلة لحسن الناس حيضعن معلش اتفضلوا انتو أنا هاعد هنا ايه ها؟ هتعود هنا لوحدك؟ معلش يا نبيل باي خش يا أماني يا أختي خد جوزك معاك وتفضل لا لا أنا كنت كنت أعوز سماعك موسيقى غربي رائعة معلش يا نبيل باي أصل يعني تعبانا شوي اتفضلوا انتو لا يمكن يا كراميلا يلا 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 يا حبيبتي يلا بينا نتسلى أصلي ياختي الجماعة اللي جوا جداد علي ومعرفهمش ومش قادرة كده يعني اندمج معاه لا ده في الأول بس بعد كده تخدي عليهم وتبقوا صحابه يلا معلش امان خد جوزك يا أختي وخشه يلا يلا بوث يلا يا حبيبتي ما تسافريش يا كريمة لا لازم أسافر يا هاشم أدور على شغلة في مصر لي يا ولي اللي سافره مصر اتنصفه وإحنا حالتنا آخر سوق وكل يوم بتزيد زيادة عشان خطر يا كريمة خليكي معاي خليكي مع هاشم حبيبك وإن شاء الله هننتصر على عمي وناخد أرضيني ولا أشياء تبقى معدن فأني خلاص يقصت قطعت الأمل من الحكايا دي هاشم أني رايح أجرب حظي في مصر وإن شاء الله ألاقي حاجة تسعدني وتسعدك ويهون عليك تفرقين يا كريمة على عيني فرائك يا هاشم لكن ما باليد حيني كريمة 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 أماني أنا مش مخليها محتاجة حاجة كل فلوسي وأملاكي تحت أوراك الفلوس مش كل حاجة يا بيت ها بس هي متجاوزاني عشان فلوسي إخص إخص عليك إخص هو ده جزات حبها وإخلاصها لي الحب ايه وإخلاصي انت بتصدق الكلام تك تعالي 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 ايه وعا جدا ايه وعا خلي ليلتك فاصل ايه ما دعني يا ماني ايه حاني يا ماني موسيقى مرمون هي الحفلة مش عجبتك ولا؟ لا يا شيخ صحيح يا ملوة وخيب جنت بتعمل كده مع كل واحدة تدخل بيتي كل واحدة تشوفي وفي الأخ تبدحني معني وعقع أعز صاحبه لي وببيتي وبعد كده تقولي بحبك ما أنا بحبك بالصحيح يا مرمون كلاب صدقيني أنا بحبك أنت من يوم ما تجوزتني وانت بتجدب علي وتخدعني وتخلني ليه؟ ده أنا عمري ما جددت عليك عمري ما غشيرك عمري ما فكرت مجرد تفكيري أن أنا أخونك ده صحيح أنا أعترف أن أنت أشرف ستة عرفتها في حياتي بس ده ما يمنعش أنك أنت وأهلك استغلتوني ودفعتوني مبالغ وقدرها بالعملة الصعبة أنت اللي استغلت حينية قلبي وحب ليك وعملت استغفر لي ليل ونهار منمون يا حبيبتي إحنا لتنين غيرتنا ولازم نعيش بطريقة تانية إحنا مش لازم نعيش مع بعض تاني خالص حرام عليك ده إحنا لسه يا دوب نحتفل بعيد جوازنا التالت كفية علينا كده بقى وكل واحد يروح لحاله منمون يا حبيبتي ما تنطقش اسمي على لسانك أرجوك أرجوك أديني فرصة أرجوك ما فيش فايدة فيك أرجوك فرصة واحدة أرجوك يا مونمون أنا أنا طول التالت سنين اللي فاتوا ما أصرتش معاك كل اللي كان في نفسك حققتي كل اللي اتمنتيه قبل ما تتجوزيني وبعد ما تتجوزيني كمان كده ولا لأ وكان كان أمل إن أنا إن أنا لقي فيك الحب والحنان لكن مع الأسف خاب أمني أنت مفيش حاجة دام لعنيك أبدا منمون يا حبيبتي ده شيء خارج عن إرادتنا إحنا لتنين لا أنا حبيتك اديتك كل حاجة لكن للأسف ده ما خلاكش تغير طبقك طب طب ليه يا حبيبتي ما نحاولش نعيش بطريقة تانية يا غريتي مفيش فايدة أوعدك كفاية أنا شبعت وعود كده لا ده انت زودتيها قوي أنا ده زودتها قوي أيوة تعرفها كويس قوي انت تجوزيني ليه أظن عشان حبتيني لا لا أستاني بحلم بالعريس الغني اللي يعيشني في مصر على طول اللي يخليني ظهرة من ظهرات المجتمع الرائي العريس اللي يجيب لي الفساتين الغالية البلاط الفرق الأسور الألماظ ويسكنني فيلا قباها ويركبني عربية بيضة من هنا لحد دواري العمل ساكتة ليه اتكلم ما عادش بإننا كلام لا ده انت مكسوفة تقولي الحقيقة أقول هانك أنا بقى انت كنت بنت فقيرة بس عندك طموح كان نفسك تعيش حياة الأرستقراطيين والأغنية والأثرياء اللي زينا وما صدقت عمتك وراح اتنصب الشبكة حوالي والجوستين لا لا يا نبيل بي ده كد أنا أنا صحيح في الأول كانت الفلوس بس هي اللي تهمني لكن أنا حبيتك فعلا وأنا اشتريتك بفلوسي زي ما اشتريت اللي قابلك ودلوقت أنا لا عجزك ولا عجزة فلوسك أنا عجزة أخلص منك لا 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 مش كده يا ستة أمان لا أستاذ راشم أهلا أهلا وسهلا يعني لم أفزة سمعت كلامك وبستغرب إزاي وصلته للحالة دي هو اللي مسؤول هو اللي وصلنا لكده لا هي المسؤول عن كل شيء أنا من كلامكم اللي سمعتو بحكم إن انتو اللي اتنين غلطانين الحقيقة أنا أنا صابر عليها غلط وإزا كانت عايزة يعني ترجع الكفر النعيم تاني ونتطلق أنا ما عنديش مانا أطلق أرجع الكفر تاني أعيش في الفقر والجوع والحرمان بعد العلم والبغدادة والهنى إيه؟ مش ممكن مش ممكن أشمت الناس فيي وضحكم علي مش ممكن مستحيل إيه؟ ما تقول لنا رأيك يا أماني؟ فيه؟ يعني إزا ما كانتش عجباك اللي عيشة معايا ترجع الكفر النعيم ونتطلق بالعكس العيشة العيشة عجباني عجباني خالص ما ليه الحكاية؟ أنت عايزة تخلصي منه إزاي؟ أنا عايزة أخلص من تصرفاته يا أستاذ هاشو تصرفاته تجنن يعني مش ممكن يا أستاذ نبيل تعدل من تصرفاتك دي شوية؟ بردون اعتبروني مريض وإزا يعني كانت عايزة تعيش معايا تقبني على حيوك مستحيل المتعون علي من إن أشوفك بتخني أنت حرة في نفسك بس أنا بحب الحياة وبحب الناس عايزة عيش وانا نبيل قال بتحبك يا أخي بتحبك والمثل بيقول من حبنا حبنا وصار متعنا متاع طب أنا أعمل إيه إذا ما كنتش بحبك أنت متأكد يا نبيل بيه إنك بتكرهي؟ ولا يعني بتقولوا كده بس عشان تخزوا لأينا عنكم؟ أنا أنا ما قلتش إن أنا بكرهها إذا كنت عاوز تعيش خلاص وربنا يهدس الركم ما كنا عايشين كويس يا أستاذ هاشم وهي اللي أنا إيه اللي ولا أنت إيه اللي؟ ملوش لزومي أماني الكلام بالوقت حاول الله أنتو بتقطعوا الكلام كده ليه؟ ما تفهمون إيه العبارة بالظبط؟ طب أنا بقى هقولك على كل حاجة أستاذ هاشم وزي ما يحصل يحصل أماني الحكاية أماني أنا بقولك هقوله على كل حاجة ما فيه إذاعي نوجع دماغ الراجل لا حشوف أماني فينا يا سيدي ما لكش دعوة بالدماغ اوجعوا هالي زي ما أنتو عاوزين لكن لازم نلاقي حل المشاكلكم دي حالي حل مناسب إن شاء الله والعشرة أستاذ هاشم ما تهنش اللي على أولاده بحرام وأنا طبعا مليش بركة لأماني وإن كنت يعني حصلت حاجة كده ولا كده وما كانت أماني تقورت يعني فأنا أنا حسامحها عشان خطرك أنت بس يا سلام يا سلام عالشهامة والإنسانية والرجلية تصدق وتأمن بالله يا نبيل به يا أخوي لا إله إلا الله أنا حبيتك أكتر من الأول وحبيت تصرفاتك دي شكرا ودي رأسك نيابة عن الكفر كل لا 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 أستغفر الله أستغفر الله يا أخي مش معقول طب يلا يا الله حب على رأس الستة أماني إنت ديك بركة اللي هي طبعا أنا ليا بركة اللي هي ده أنا بوس رأسها وابوس إيديها كمان بس هي بقى تبطع العصبية شوية وإنت هتبطل عميلك دي أنا أنا تحت أمرك يا حبيبتي أنا حبطل كل حاجة حبطل السجاير حتى خلاص صافيا لبن حليب يا عشتها الحمد لله ندلنا بقى على كريم عشان أنا جاي مخصوص عشان أراضيه وفهمها أنه السعدة أجر الأرض وأجعيش معاها هنا في مصر ونبتدي في مشلوع معاها للألبان بس بس ليه تعيشوا في مصر ايوه تعيشوا في مصر أخد كريمة وارجعوا كفرة على طول غريبان بشرت له كنتوا بتشدعوه عشان تيجي تعيش معاكوا هنا أيوة أيوة حصل بس أصل أهو أنت ما أنت ليش بالحق الراجل ده العمدة عمك عمل ايه معاك في الأرض إيه وأنا في البيت جاي لك في الكلام أهو مهو كل ظالم ولوه نهاية طبعا وهو عم الحمد لله انتهى ايه؟ مات؟ لا رجالته غدروا بيه شهدوا عليه عن نيابه مهو وبلغوا نيابه كمان عن الجرام اللي ارتكابها ضدي وضدي غيري وهو دي الوقتي في السجن يا سلام إن الله يمهل ولا يكمل يا أمه إنما ما قلت ليش عملت إيه في الغيط بتاعك مهو لما اتقبض على عمي قارف إن الله حق وتنزلي عن الأرض كله يا ما أنت كريم يا رب دي كريمة هتفرح قوي بالحكاية دي أيوة أمه قال دي هتفرح قوي ندهلنا بقى عشان نقولها الخبر الحلو دي بس أصلي كريمة مش هينة ايه؟ مش هينة؟ ما فاهم؟ دي راحت عند أحلام أحلام؟ أيوة أيوة راحت عند أحلام ويريت تحصلها وتخدها من بره بره وترجعوا على الكفر على طول ايه الكلام دي؟ ايه دا يا أمان؟ مش على أقل نعزمهم معزومة كويسة ومفسحهم فوسحة جميلة كمه؟ يا سيدي أنا مش عايز عزيم ولا فوسح أنا عايز أعرف أنتوا غيرتوا رأيوكم إيه؟ أصلاها ما كانتش مبسوطة عندنا إزاي بقى؟ نجيالكوا فرحان حتطير من فرح يمكن عشان لقاتني بتخانق كتير أنا ونبيل أيوة يا حاكم انت عارف إحنا بنتخانق على طول كده زي ما شفت قامت هي بقى ثابت البيت وراحت عند أحلام عشان تخلص مننا ومنخنقاتنا أيوة طب يلا يلا وصلوني ليها بعربيتكم نوصلك ليها؟ قصد البيت أحلام يعني؟ والله هاي يريد كنا ناظر لكن لكن إيه؟ أصل حقيقة كنا قبل ما تيج يعني بنفكر إن إحنا نسافر تسافرو؟ أيها تسافروا على فن؟ إيه 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 إسكندرية أيوة إسكندرية إسكندرية مضبوط هي إيه الحكاية؟ اني عايز اعرف مراتي راح اتفننا ترباح على دماغكم ودماغ الكل